نحن في هذه البلدة في رميش متمسكون بأرضنا وبمنازلنا لأننا تعبنا لكي نزرع أراضينا ونبني بيوتنا ونربي أبنائنا على المحبة وعلى الاحترام المتبادل بيننا وبين جميع جيراننا في المنطقة الآن نحن في وضع صعب ووضع مقلق لا نعرف مصيرنا هل يترى سنبقى هنا أم أن نرحل نحن نصر على بقائنا مهما كلف الأمر نفضل أن نموت في منازلنا من أن نرحل من هنا ونترك أمورنا لله هو الذي يدبرنا نحن بحاجة أيضا اليوم بما أن الطرقات قد أقفلت عنها لا نستطيع الذهاب شمالا ولا جنوبا ولا شرقا ولا غربا أكيد ما كنا قد خزناه في منازلنا بدأ ينفض لأننا في هذه المشكلة منذ سنة غدا أو بعد غد يكون الذكرى السنوية الأولى لطفان الأقصى فنحن كل ما خزناه في هذه الفترة لنستطيع أن نعمل ولا أن نشتغل أي شغل حتى مزرعاتنا احترقت بسبب القزائف الفصورية التي نزلت على حقولنا من الزيتون وغيره ولم نستطع أن نزع أراضينا القريبة من الحدود لأن هناك في مشاكل مع المقاومة فنحن نصر على بقائنا ونناشد كل العالم من يستطيع أن يساعدنا فليتفضل ونحن له من الشاكرين شكرا للمحطة التي تنقلنا الآن هل هناك مشكلات في الوقود أيضا على اعتبار أننا على اعتاب فصل الشتاء وبالتالي يحتاج أهل رميش إلى الوقود من أجل التدفئة هل ما زالت هناك مشكلات أيضا في المؤن الغذائية هل تتوفر في المحال التجارية أم لا يعني المحال بدأت تنفض البضاعة منها أيضا نحن بحاجة للوقود لأننا قادمين على فصل الشتاء بحاجة للوقود لكي ندفئ بنازلنا بحاجة أيضا للطحين لكي نستطيع أن نكمل ونصنع الخبز لأولادنا وبعض المواد الأخرى